من هذه الجبال وداخل هذه الكهوف كانت تنطلق هجمات المقاومين بولاية العصابة لضرب معاقل المحتل إبان حقبة الاستعمار والناهي والسيد والمحمد الراضي كان أحد أبناء الولاية الذين حملوا على عواتقهم جلاء المستعمر حضر عدة معارك من أشهرها موقعة نيملان التي هزم فيها المحتل متكبدا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تم اعتقاله في منطقة تقانت وهو عائد من رحلة بحث عن السلاح ليتم نفيه إلى دولة ساحل العاج التي وافته فيها المنية سنة 1915 بالناهي والسيدي قاد جناح آخر من المقاومة فذهب شمالا رغبة في السلاح وشارك في معركة نيملان يوم 25 أكتوبر 1906 اعتقل يوم 15 سبعة 1907 ونقلوه إلى ساحل العاج حيث كان معتقلا في مدينة تسمى دابو التي بقي فيها حتى وافاه الأجل المحتوم 1915 إرد المقاومة حمله ابن بناهي سيدي الذي انتهج ورفاقه أسلوبا جديدا في المقاومة يعرف بالكدي وهو عبارة عن الاختباء في شعاب الجبال والهجوم بشكل مباغت معتمدين طريقة الكر والفر في مواجهة الآلة العسكرية للمحتل جنتر والبناهي قلب والبناهي في الشيبة بلدي تقارط مقاطعة كيفة وهو البلد اللي كانوا كديجي سيدي والبناهي عاقب حكيم بناهي من طرف المستعمل عنها وجوهون في المنطقة جنتر بالذات 1907 وكانت معها مجموعة من المناظرين اللي معاه منهم محمد أحمود والبناهي ومنهم عالي والحبة ومعاهم صادق وكان في الحقيقة من البارزين في مجموعة اللي كانت معاه توثق جبال العصابة ووديانها بطولات رجالات قدر عليهم الوقوف بوجه المستعمر فكانوا أهلا لذلك لتخلد أسماؤهم للذاكرة الشعبية كمقاومين أبو الردوخة للمحتل تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة كيفا ترجمة نانسي قنقر